أهلا وسهلا بكم في قناة نظام مدارس إحنا خلصنا مع بعض من أول يونت 1 فسنقول ابتدائي الترم الأول المنهج الجديد كناكت لحد يونت 8 باقي بس يونت 9 اللي إحنا هنشرحه دلوقتي ونبقى كده خلصنا منهج الإنجلوش كامل يونت 9 عندنا موجود بإسم At the beach At the beach يعني على الشاطئ At the beach Beach اللي هو الشاطئ B-E-A-C-H لو ما تفرجتوش على اليونت السلة فاتت ياريت ما تنسوش تتفرجوا عليها مهم جدا أن انتوا تتفرجوا على اليونتات بالتسلسل بتاعها عشان تفهم ماشيين مع المدرسة وزي ما انتفعنا أن احنا أول حاجة بناخدها Look, listen and repeat Look يعني انظر Listen يعني اسمع Repeat يعني ردد فعندنا هنا مثلا شوية صور هنفهم معناها دلوقتي مع بعض احنا بس حبينا أن احنا نخلي الطالب أو انتوا كمان تشوفوا وتتخيلوا أن دي مجرد أفعال حاجات احنا بنعملها تمام؟ فمثلا هنا عندنا حد بيعوم حد بيرمي كورة حد بيخفر في الأرض حد بيشوت حد بنط الحبل فهنعرف المصطلحات دي بالانجليزي اسمها إيه فعندنا مثلا أول مصطلح هو swim يعني يسبح I can swim I can swim يعني أنا بقدر أسبح أو أنا بقدر أعوم S-W-I-M S-W-I-M يعني swim يعني يسبح طيب تاني حاجة عندنا مثلا هي I can skip I can skip skipping يعني نط الحبل skip طبعا لها معنى تاني اللي هو يعني يفوت حتة أو يسقط حتة أو يعدي حتة بس skipping كنوع من أنواع النشاطات معناها أنه نحن بنط الحبل حلو يبقى I can skip يعني أنا بقدر أنط الحبل skip S-K-I-P S-K-I-P skip بعد كده عندنا I can throw I can throw يعني أنا بقدر أرمي I can throw يعني أنا بقدر أرمي T-H-R-O-W T-H-R-O-W throw يعني يرمي تقدر ترمي كورة تقدر ترمي أي حاجة بس إحنا الوقت نتكلم على النشاطات يبقى في الغالي ما تبقى كورة بعد كده عندنا I can kick I can kick يعني أنا بقدر أشوت K-I-C-K K-I-C-K kick يعني يشوت الكورة آخر حاجة عندنا I can dig dig يعني يحفر digging الحفر طيب يعني لو مثلا حبينا نقول swimming skipping throwing kicking digging الحاجات دي كلها عبارة عن نشاطات كده صغيرة الوحيد ممكن يعملها على البيتش at the beach على الشط بعد كده عندنا listen and repeat يعني اسمع وردد فأول حاجة هنسمعها ونرددها هي in 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 يعني داخل in شايفين الولد ده جوه السندوق جواه جوه السندوق فعايزين بس نركز ونعلم الأطفال الموضوع ده كويس جدا لأنه مهم أغاية في الأهمية أما حاجة تكون جوه حاجة معناها أنها in it أو inside it بس هما عشان لسه صغيرين فنقولهم الوقت إيه in تمام؟ يبقى الولد جوه السندوق the boy in the box تمام؟ نشوف اللي بعد كده insect insect يعني حشرة طب الأنت دي إيه؟ دي نملة والنملة دي إيه؟ حشرة والنموسة والسرسور كل دي حشرات تمام؟ فيبقى في كزا نوع من الحشرات جوه مسمى حاجة اسمها حشرة والحشرة دي اللي هي بالإنجليش insect يبقى insect يعني حشرة I-N-S-E-C-T insect يعني خشرة بعد كده عندنا إنك إنك اللي هو الحبر إنك I-N-K I-N-K إنك under يعني تحت أسفل تعام؟ يعني حاجة تحتها حاجة البنت دي تحت الطربيزة يبقى The girl is under the table تعام؟ يبقى under يعني تحت U-N-D-E-R U-N-D-E-R under U-N-B-E-R U-N-B-R-E-L-E U-N-B-R-E-L-E U-N-B-E-R-E-L-E U-N-B-E-R-E-L-E U-N-B-E-L-E أخر حاجة عندنا هي up up يعني فوق مش فوق حاجة لأن فوق حاجة دي معناها above هي مش عليهم في المنهج بس برضو عشان لو إيه يعني هما تلخبطوا وقال لهم لا up معناها فوق أصلا في الأعلى يعني أما above هي اللي معناها حاجة فوق حاجة يعني مثلا لو البنت دي كانت فوق التربيزة يبقى معناها above أو on تمام؟ إنما up دي يعني فوق بعد كده عندنا look trace and say هنشوف الحروف بتاعتنا look يعني انظر trace يعني تتبع و say يعني يقول أول حرف عندنا under طيب نشوف بيتكتب إزاي حرف اليو يو بتبقى عاملة كده تعام و نازل منها خط بالشكل ده فإحنا لو مثلا قلنا إن فيه خط كده يبقى هي هتبقى كلها فوق الخط مش يبقى فيه أي حاجة تحت الخط هي عبارة عن نص دايرة كده بالشكل ده وطلع منها حتة كده صغيرة اللي هي يعني لما كنا صغيرين كانوا بيقولونا دا الدل بتاعه يبقى under اليو بتتكتب بالشكل ده type umbrella اليو برضو هتتكتب بنفس الطريقة اللي هي من المنصر ده وطلع منها حتة صغيرة كده طيب بعد كده عندنا up بالشكل ده برضو بعد كده عندنا in الاي تتكتب خط الفوق كده وخط تحت كده برضو الاثنين بالعرض بيوصل مبينهم خطين بالعرض وخط بالطول بيوصل مبينهم نفس الكلام لو قلنا insect بالشكل ده خطين بالعرض وخط بالطول بيوصل مبينهم ink اخر مثال عندنا نفس الكلام بعد كده عندنا listen point and say places اللي هي اللي هي اللي هي دي هي مش اماكن اوي بس هي اماكن الحاجة يعني نفسها يعني فوق حاجة تحت حاجة in ده هنا مثلا under under تحت هنا on فوق وهنا behind behind يعني وراء خلف تمام الولد وراء الترابيزة البنت فوق الترابيزة البنت تحت الترابيزة الولد جوه الصندوق تمام وكده نكون خلصنا طيب احنا خلصنا المنحة كامل كامل بتاع الانجلش احنا محتاجين بقى من بعض حاجة ان اللي عنده طولة على الصفحة بتاعتنا اللي هي اسمها نظام مدارس على الفيسبوك ما تنسوش تشتركوا في القناة هتلاقوا عندنا هنا العربي وهتلاقوا عندنا الرياضة ان شاء الله بتاعت المنهج الجديد استنونا الترمي التاني ان شاء الله هنبدل برضو معاكو وهنكمل معاكو وعندنا المنهج كلها بتاعت كل السنين على القناة الانجلش كامل والرياضيات كاملة والماث برضو كامل فحاولوا ان انتوا تتابعونا وعندنا كمان دراسات حاولوا ان انتوا تتابعوا كل مواد بتاعت السنين الجاية لو عندوكو اولاد في السنين دي وبرضو متنسوش ان انتوا تنشروا القناة ما بين اصحابكو واللي انتوا تعرفوهم لان احنا عاوزين نساعد الناس بقدر المستطاع ونوصل الفيديوهات بتاعتنا الاكبر عدد من الناس شكرا جدا 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 لمتابعاتكم لنا واحنا بجد سعداء ان انتوا بتتابعونا وان انتوا تدعمونا في الكومنس بكلام حلو قوي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته